هاملوك النهاردة الفراولة بصوص الشوكولاتة او فراولة دبت في شوكولاتة تعالوا نشوف مقدرنا ونبتدي فيها مع بعض عندنا الاول طبعا فراولة زي ما هي انا مش معطاها ولا اي حاجة وكمان مسايبة فيها الجزاء الاخدر عشان حيدي شكل حال وعيف تقديم في الاخر عندي اتنين باكو شوكولاتة غمقة وعندي معلقتين كبار شوكولاتة كريمة او كريمة البندو مسايحاها عليهم عندي كمان معلقة زيت عندي بقى للتقديم شوية نعناع طازة وفزدق وشوية بسكوت ارفق زي ما قلت لكم انا مسايحا قردي شوكولاتة وحطيت عليها معلقتين كبار من شوكولاتة كريمة البندو عشان تديها طعم كمان اكتر وكل اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا هادب فيها الفراولة وحاول ان انا ما عملش يعني ما خليش لحد الاخر خالص اسيب حتة من لون الفراولة يبين وكمان اسيب الجزاء الاخدر يبقى باين فهنعمل كده وهنحطها في ورق الزبدة ونخلصها ودخلها التلاجة لحد من الشوكولاتة كلها او شوكولاتة كلها تجمت فوق الفراولة نكمل نفس الموضوع نقدر طبعا نستخدم اي انواع فاك هنحبها ممكن كمان نعملها مع كانتالوب معموز ممكن تشكيلة فواكه مع بعض هكمل بقية الكمية ودخلها التلاجة تجمد قبل ما اطلعها وقدمها معاكم ونحط لها الحاجات اللي هنحطها لها الوش طبعا انا كنت مجمدة شوية في التلاجة وردي تعالوا اجبها لكم اورها لكم دي الفراولة بتاعتي بعد ما خلصت عايزة بس احط لها شوية بسكوت قرفة الوش احط شوية على صوص الشوكولاتة بتاعنا واحط كمان فوا الفراولة نفسها احط كمان فوزدو هلوش بردو شوية مع الصوص ولا لكم مجسم فلا خان الك دار ش romان ربالو عائل اشترك في القناة واحط اشترك في القناة شئك Comedy شئك الم Lumان